اهلا بكم مراتان يا شباب معكم باشماندس روماني من قناة ستيبس اكاديمي عن كلمة النهاردة عن موضوع مهم جدا موضوع المالتي تيكتشار المالتي تيكتشار دوت اللي هو لو عايزين نحط اكتر من مابة في الارضيات في ستريدي ماكس يعني مثلا عندنا ارضية زي كده في ارضية برضو زي كده ان احنا ازاي نحط اكتر من خامة في الارضيات ما تبقاش مابة واحدة هنيجي مثلا هنا هنلاحظ ان في تغيير او في كزا صورة محطوطة في الفلور جنريتور هنيجي برضو نشوف هنا بصوا لو ركزنا هنا هنلاقي ان الخامة دي غير الخامة دي غير الخامة دي غير دي ان هما هنا اربع او خمس خامات محطوطين في الفلور جنريتور مش خامة واحدة زي اللي موجودة في الحيطة هنا هنيجي برضو نشوف في الفراغ دي مثلا ممكن نلاقي الخامات واخدة نفس اللون بس التيكتشر نفسها مختلفة يعني الشكل القش الخشبية مختلق دي مختلفة عن دي عن دي عن دي كلهم مختلفين تماما طيب تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل المالتي تيكتشر موسيقى احنا اول حاجة علشان نعمل المالتي تيكتشر لازم ان احنا يكون عندنا اكتر من خامة يعني بمعنى ايه؟ احنا لو جينا هنا مثلا نخش على الفولدر هنا لازم خامة البركي تبقى واخدة الشكل دوت يعني انا ما ينفعش ابقى حاطة صورة متقسمة تقسمات بركي في الارضيات تبقى الصورة كده مختلفة وابسوا حتى هنلاقي ان شكل التجزيع القش الخشبية اللي هنا غير اللي هنا او زي ما احنا شايفين طبعا الخامة مالديفيوز وبعد كده دي خامة الرفليكشنز او زي ما احنا شايفين طيب ازاي ان احنا نحمل الخامات دي بحيس ان الخامة نفسها تبقى نازلة صورة زي كده ما تبقاش صورة كاملة هنيجي هنا موقع اسمه فلورينج ستوديو هاسيبولكو برضو في الديسكريبشن تحت الموقع ده عبارة عن ايه انه في الخامات اللي انا بحتاجها في المالتي تيكت شارب يعني مثلا احنا هنيجي هنا هنلاقي ان هنا في اشكال من البركي موجودة كتير جدا انا مثلا هاجي اختار الشكل ده فبصوا هنا بيحمل علشان بيبدأ يظهر هنا ان انا اشوف الشكل الخامة نفسها هتبقى عاملة ازاي وده كمان بيوفر علي ان انا بدل ما اعمل تست واشوف الخامة يعني لو جينا مثلا نختارنا الخامة دي بصوا بدأت هنا انها تظهر بالشكل ده وقت يعني ممكن ان احنا نعمل زومنج كده او ونيجي مثلا نختار الخامة دي هلقي انه هو بيتغير معي في النقطة كمان ان انا هنا عندي في اللينك دوت ان انا ممكن اجرب الوان يعني لو انا عايز اجرب لون هنا هاجف هداة البراش هنا هلاقي ان فيه الوان كتير جدا لو اختارتي مثلا اللون ده هلاقي اللون هينزل هنا في الحطه دي بحيث ان انا اقضي قدر اجرب الالوان والماتيريالز ودي بتسهل عليا ان انا اشوف التصميم نفسه او الالوان قبل ما اشتغلها في 3D Max طيب احنا نيجي هنا لو قلنا مثلا ان احنا محتاجين الخامة الارضية دي هنيجي نشوف بقى احنا ازاي نحملها فاحنا هنيجي عندي كاد سيرفس هنا نخش هنا وهنا بيقول لي ان انا لازم احط مقاس الفراغ نفسه سواء البيتروم او الريسيفشن فانا ممكن اقول له ان القودة مثلا اربعة متر في تلاتة متر طبعا لازم اختار الفرمات هنا ان انا هقول له 3D Studio وبعد كده هاجي ادوس الdownload طبعا هيقول لي المكان هو متن كده هو نزل يعني فيه نسخ معينة بيحدد لي ان الفايل ينزل فين فانا عندي هنا بينزل في الdownload يعني لو جينا مثلا هنا ادي عندي الفايل بتاعي هاجي اخده cut وبعدين اروح راجع هنا واروح اعمل paste طيب هنيجي نفك الضغط هدوس red click وهاجي اقول له بحيث ان هو الفولدر يتفكي في فولدر اللي واحده بصوا لما هنيجي هنا هنلاقي ان الخامات نزلت متقسمها بالزبط بدل ما احنا كنا نختار صورة وان احنا نقسمها او كده مسلا او كل خامة نزل واحدها زي ما اتفقنا لازم في المالتي تيكتشارز في البركي لازم الماء بقى تبقى واخده الشكل ده اولا طيب تعالوا نشوف بقى ازاي نيدخل الخامة دي في الفراغ بتاعنا احنا هنيجي هنا طبعا دي المحطوطة اهو كده ممكن ناخد الارضية دي isolate بحيث انها هتبقى لوحدها هنا ونيجي نختار خامة جديدة وزي ما احنا عارفين بنحولها نختار V-Ray MTL نختار V-Ray MTL طيب احنا ممكن ننزل اللون ده كده بحيث نشوف الخامة لما هتنزل طبعا هنا مقاس البركي نفسه طيب احنا بقى هنيجي عشان ندخل اكتر من صورة لما هنيجي في المربع لجنب الديفيوز المرة دي انا مش هاختار Bitmap لان انا عايز ادخل اكتر من صورة ال Bitmap لو حطينا لو حطيت صورة وجيت احطي التانية فالتانية هضغطي على اول صورة انا في الحالة دي لازم اختار حاجة اسمها Multi Tecatures فانا لما هدوس اوكي هنلاقي القايم هنا اتغيرت فاصبح ان عندي هنا حاجة اسمها Bitmaps بدل Bitmap فانا لما هاجي عندي Bitmaps هاختار حاجة اسمها Manage Tecatures وعن طريق القايمة دي هقدر احط اكتر من خامة يعني انا هاجي على اية Bitmap وبعد كده هروح للمكان اللي في الخامات بتاعتي هنيجي على Flooring هنا طبعا دي الخامات اللي احنا حطينا فهنيجي نختار كل الخامات الموجودة هنا اروح دايس Open فبصوا الخامات هنا نزلت اكتر ان انا احط اكتر من صورة طبعا هنا هيبان ان هي صورة واحدة لكن التكرار ده هيبان في render طبعا انا عندي فكرة برضو ان احنا لو حابين نكرر الخامة بتاعتنا ان احنا ممكن نكرر مثلا اول حاجة تبقى ثلاثة بصوا هنا تتغير اعمل تكرار للخامات بتاعتي ايه هاجة اقول له رقم الخامة التالتة خليها لي اتنين دي ممكن اسيبها واحد بصوا بقدر ان انا اكرر في الخامة طبعا لو سبناها واحد زي ما هي هي برضو صح احنا ممكن نسيبها واحد تاني ترجع زي ما هي ابصوا الشكل بيتغير هنا وبعد كده هنخرج من القيمة هنا وبعدين نرجع من جوتو برين ما ننساش ان احنا لازم نعمل ريفليكشنز وبعد كده نعمل نفس الوقت برضو لازم ان احنا نعمل خامة ريفليكشنز من ع الفوتشوب فاحنا هنجي نجرب الخامة هنا وبعدين هنجرب مع بعض اذا احنا برضو نحط خامة تانية فهنلغى الايزوليت نزهر السعب اوكي نجي هنا نختار الكاميرا التانية ممكن نعمل ونجي نعمل تست عشان نشوف شكل المالتي تيكتشر معمول ازاي فنجي نعمل ريندر زي ما احنا شايفين يا شباب هنا هنلاقي ان في اختلاف في الالوان بس طبعا هنا كنا لازم نصغر مقاس البركاعة عشان يجي على قد الخامة نفسها بحيث ان المالتي تيكتشر بتدي شكل جمالي جدا في الشوت هنجي نجرب المالتي تيكتشر تاني ونحطها على خامة تانية مثلا احنا ممكن نيجي نجرب الخامة دي بحيث ان دي فيها خامة الديفيوز وخامة الريفليكشنز هنجي نفتح الماتيريالز فهنجي هنا نحول الخامة من الاول تبقى فيري امتيل بحيث ان احنا نشتغل من اول وجديد نختار برضو المربع لجمال دفيوز لا ننسى نختار المالتي تيكتشر هنجي من البيتمابس من البيتمابس من البيتمابس من البيتمابس ونرجع نختار الخامة دي هنجي من البيتمابس اذهب الى فرق انظر البيتمابس نجد اقرر هنجي نخرج من البيتمابس ونرجع من البيتمابس نجد نقوم بحيث الريفليكشنز وننسى نقوم بالرقم عشان نضيف خامة الانعكاس هنجي في المربع لجمال الريفليكشنز ونختار مالتي تيكتشر اختار 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 نفس الخامة للنعكاس اللي احطناها في الملتي تيكتشر في الديفيوز اذهب لعيس open وبعد كده نخرج من هنا وكده كده هي الخامة نزلت معنا بس احنا ممكن نقلل المقاش شوية وبعد كده هنيجي نعمل تاست هنا زي ما احنا شايفينه شباب بعد التست رندر بصوا هنلاقي دي خامة ودي خامة ودي خامة ودي خامة طبعا عشان احنا ما قررناش الخامة نفسها لو احنا كنا قررنا كنا هنلاقي الخامة دي متقررة هنا وهنا وهنا فالمالتي تيكتشر تبقى حاجة كويسة جدا في الشوت عشان يطلع واقعي مية في المية لو عجبكو الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكاب بالقناة وستنونة فكل لغد